لو الحكاية فيها إنا ذيكو وإرامهم في قردهم بأن أرسلنا ديتهم أرسلنا مبشرين ومصدرين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع عبداء من يوم الدين سيادة رديس المصر أن السلام عليكم وأهدو الله وبعكاته وبعكاته فالإسلام دين حضارة ورقية سبيله البناء للهد والعمل للكسب وهو دين مكارم الأخلاق بكل ما تحمله الكلمة من معاني تتجلى عظمته في أسمى معانيها في جوانبه الأخلاقية فهو دين الرحمته والعدل والصدق والأمانة والعفاف وحفظ الرهود فقال صلى الله عليه وسلم إنما أعزت لأتمم مكارم الأخلاق وتتجلى عظمة الإسلام أيضا في إلصافه الآخر والمختلف وإيمانه بالتنوع الحضاري والثقافي حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وَلَوْ شَرْ أَرْدُكَ والقرآن والإسلام والقرآن من كل ذلك بعض كما رأى تخدفا عن مصاف الأمم المتقدمة في العمل والإنتاج على عكس ما يقمرنا به ديننا الحديث سيادة القولة إلى السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمصر العربية حفظ الله أقول يا سيادة الرئيس لقد ناتيت حيا وأسمع تبديه يا سيادة الرئيس لقد ناتيت حيا وأسمع تبديه وهنا نحن معلن للجميع من قرد الكلام أننا بإذن الله تعالى سنكون عند حسن ظنك لنا وأن دعوتك لتجديد الخطاب الدين لم ولن تذهب سدى فقد أصابت موضعها وسعى العالم كله في جلسات هذا المؤتمر وبحوثه وتوصياته تجديدا حقيقيا في الفكر والفهم واللباب وليس بالشكل أو القشور يا سيادة الرئيس نزار ها نحن على العهد كما عودتنا دائما في جلسات مجلس الوزعى بأننا حكومة المهام الصعبة واقتحام الملفات الشائكة بأننا حكومة المهام الصعبة واقتحام الملفات الشائكة والحساسة مهما كانت حساسيتها ما دام ذلك الوجه الله تعالى ثم لصالح الوطن وصالح الأمة فسنفتح في هذا المؤتمر الملفات الصعبة في مجال الخطاب الديني دون خوف أو تاتد أو أم في اشتركوا في القناة